أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون زين للناس حب الشهوات من النساء من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيْمَاهُمْ ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوها وهم يطمعون وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 117. فكان من المغرقين 118. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب 119. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات 110. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد 111. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه 112. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه 113. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 114. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي 115. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي 116. إنه لا يفلح الظالمون 117. ولقد همت به وهم بها 118. لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 119. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 111. إنه من عبادنا المخلصين 112. إنه من عبادنا المخلصين 113. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر 114. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لذا الباب 115. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 116. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 117. قال هي راودتني عن نفسي 118. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 119. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 111. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن 112. إن كيدكن عظيم 113. إن كيدكن عظيم 113. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين 114. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 115. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين 116. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكاء 117. وأعتدت لهن متكاء وآتت كل واحدة منهن سكينا 118. وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن 118. وقلن حاش لله ما هذا بشرا 119. وقلن حاش لله ما هذا بشرا 110. إن هذا إلا ملك كريم 111. قالت فباركن الذي لمتنني فيه 112. ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم 113. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين 114. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين 115. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين 116. فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 117. وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله 118. قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم 119. قال ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه قل لحاش لله ما علمنا عليه من سوء 110. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين 111. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين 112. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء 113. إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 114. إن ربي غفور رحيم 115. وجعلوا لله أنداذا ليضلوا عن سبيله 116. قل تمتعوا فإن بصيركم إلى النار 117. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين 117. وحفظناها من كل شيطان رجيم 118. وحفظناها من كل شيطان رجيم 119. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 119. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 110. يعظكم لعلكم تذكرون 111. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها 112. ففسقوا فيها 113. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 114. ولا تقربوا الزنا 115. ولا تقربوا الزنا 116. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 117. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 118. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 119. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 110. حجابا مستورا 111. حجابا مستورا 112. قال ما مكنني فيه ربي خير 111. فأعينوني بقوة 112. أجعل بينكم وبينهم ردما 113. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 114. وما استطاعوا له نقبا 115. فاتخذت من دونهم حجابا 116. فأرسلنا إليها روحنا 117. فتمثل لها بشرا سويا 118. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا 118. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر 119. ولم أكو بغيا 119. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا 110. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا 111. زهرة الحياة الدنيا 111. لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 112. ولوطا آتيناه حكما وعلما 113. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 114. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 115. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين 116. والذين هم لفروجهم حافظون 117. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 118. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 119. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة 119. الزانية والزانية 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 والز 124. فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة 125. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 126. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 127. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 128. وحرم ذلك على المؤمنين 129. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 120. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون 121. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 122. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر 123. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا 124. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم 125. الخبيثات للخبيثين 126. والخبيثون للخبيثات 127. والطيبات للطيبين 128. والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون 129. لهم مغفرة ورزق كريم 120. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها 120. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم 121. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم 122. والله بما تعملون عليم 122. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 123. ذلك أزكى لهم 124. إن الله خبير بما يصنعون 125. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 126. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو أبنائهن 127. أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 128. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 129. وليستعفف الذين لا يجدون ركاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 120. وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 120. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم 121. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 122. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 123. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما 124. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 125. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 126. وعمل عملا صالحا 127. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 128. وكان الله غفورا رحيما 129. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم 120. بل أنتم قوم عادون 121. أفرأيت إن متعناهم سنين 122. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 123. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 124. وما ينبغي لهم وما يستطيعون 125. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون 125. تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون 126. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 127. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 127. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 128. قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة 128. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 129. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون 120. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى أعذاب غليل 121. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار 122. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار 122. الذي كنتم به تكذبون 123. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة 124. يضاعف لها العذاب ضعفين 125. يضاعف لها العذاب ضعفين 126. وكان ذلك على الله يسيرا 127. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض كالمفسدين في الأرض كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار بل هي فتنة بل هي فتنة بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم وأخرى لم تقدروا عليها وأخرى لم تقدروا عليها لم تقدروا عليها لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولقد راودوه ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر بينهما برزخ لا يبغيان الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فيهن خاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان إنا لمغرمون بل نحن محرومون بل نحن محرومون بل نحن محرومون فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطله فيها الرحمة وظاهره من قبله العذاب ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكذبه وكانت من القانتين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون بل نحن محرومون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد قال فاخرج منها فإنك رجيم فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج إنك من الصاغرين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الحمد لله الذي على وقهر وعز واقتدر هو القيوم قام بخلائقه ولا يؤده حفظهما وهو العلي بذاته وقدره وقهره على من قهر أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على نبيه محمد النبي الأمي القائل إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله وجاء في الأثر عن عطاء في تفسير قوله تعالى لها سبعة أبواب قال أشد تلك الأبواب غما وحرا وكربا وأنتنها ريحا للزنات الذين ركبوا الزنا بعد العلم وقال مكحول يجد أهل النار رائحة منتنة فيقولون ما وجدنا أنتن من هذه الرائحة فيقال لهم هذه ريح فروج الزنات وقال ابن زيد بن أسلم إنه ليؤذي أهل النار ريح فروج الزنات وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاكيا عن ليلة الإسراء قال فانطلقنا أي مع جبريل وميكائيل فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله فيه لغط وأصغت قال فاطلعنا فيه فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عره فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب صاحوا من شدة حره فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الزنات والزواني يعني من الرجال والنساء فهذا عذابهم إلى يوم القيامة اللهم يا قادر يا مقتدر يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار يا قاهر القياصرة يا قاصم القياصرة يا كاسر الأكاسرة اللهم اصعب كل عاشق من الجان في الجسد اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة وزان وزانية ومتمسك وساكن بالعورات اللهم اجعل الأجساد عليه نارا اللهم اجعل الأجساد عليه نارا اللهم لا تجعل له في جسد مؤمن ولا مؤمنة مكانا ولا قرارا اللهم احرق وجهه وعورته اللهم احرق وجوههم وعوراتهم اللهم اعمهم وخذ أبصارهم فلا يرهم وخذ أسماعهم فلا يسمعون أصواتهم اللهم خذ عقولهم وشل تفكيرهم فيما أرادوا وقرروا وفكروا اللهم إنك حرمت الزنا وتوعدت الزنات في الدنيا والآخرة اللهم فاحفظنا من كل زان وزانية اللهم فاحفظها بما حفظت به سارة من الجبار اللهم احفظه بما حفظت به عبدك يوسف عليه السلام اللهم احفظها بما حفظت به أمهات المؤمنين بليل أو نهار اللهم اصرع الزنات كل ما دنوا واقتربوا اللهم اصعق واصرع من جاء في غفلة أو نوم أو دورة اللهم اجعل لهم حافظا من عندك اللهم اجعل لنا حافظا من عندك اللهم اجعل لنا حافظا من أذى العاشق الزاني اللهم اجعل لنا حافظا من عندك من أذى العاشقين والزناة اللهم اقطع شهوتهم اللهم اقطع شهوتهم اللهم اذهب عقولهم اللهم اذهب عقولهم اللهم ابتلهم بالآفات والعاهات والأمراض المستعصية اللهم شل حركتهم كلها اللهم اقطع أنفاسهم اللهم اقطع أنفاسهم اللهم إنك وإن أقدرتهم فلا تمكنهم منا اللهم اسلبهم قوتهم كلها اللهم اربطهم عن كل مسلم ومسلمة اللهم صلق عليهم من ملائكتك وجندك من يقيم عليهم حد الجلد أو الرجم أنت الذي قلت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله اللهم فسلق عليهم من يجلدهم اللهم سلق عليهم من يقتلوهم ويذبحوهم اللهم سلق عليهم من يسومهم سوء العذاب والجلد ليلا ونهارا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها واسمك الأعظم وبكل اسم هو لك وبكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك أن تأخذ هذا الخبيث والخبيثة أخذ عزيز مقتدر اللهم يا قهار اللهم يا جبار اللهم يا قهار يا جبار يا منتقم انتقم لعبيدك وإمائك منهم اللهم ابطل سحرهم الذي يتمكنون به من الزنا ويقدرون به على الأذى اللهم دمر حصونهم التي يتحصنون بها في الأجساد اللهم احرقهم أينما تنقلوا واختبأوا وتركزوا في الأجساد اللهم احرق من تركز في الأرحام اللهم احرق من تركز في الرأس والعقل اللهم احرق من تركز في الوجه والعيون والصدور والظهور والأعصاب والعظام والعروق والشرايين والأوردة اللهم دافع عن عبيلك وإمائك فنعم المولى أنت ونعم النصير أنت الذي قلت وقولك الحق إن الله يدافع عن الذين آمنوا اللهم فسلسلهم عن عبادك وإمائك واحرقهم بشهاب كل ما دنوا واقتربوا إنك سميع الدعاء اللهم كرههم فيهم كما كرهتهم فيهم اللهم اقع شهوتهم ولا تتم لهم عملهم اللهم اقذف في قلوبهم الرعب كل ما نووا وأرادوا اللهم اهرق كل جبار عني ربنا وتقبل دعاء ربنا إنا مغلوبون فانصرنا رب إني مغلوب فانتصر اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون اللهم حل بينهم وبين ما يريدون اللهم اجعل بينهم وبين عبادك وإمائك حاجزا وحجابا وسورا من نار اللهم إنا نسألك بالذكر الذي نذكرك به وبكل عمل صالح تقبلته منا أن تمدنا بمسلحة من ملائكتك وشرقة من ملائكتك يذبون ويدافعون عنها فلا يستطيعون إلينا سبيلا اللهم لا راد لقضائك ولا راد لفضلك نسألك من فضلك يا ذا الفضل والمن والعطاء أن تحفظنا بما حفظت به السماوات والأرض مشر كل عاشق مشر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير اللهم احفظنا بما حفظت به الأنبياء والأولياء وأمهات المؤمنين اللهم إنك قلت وقولك الحق أليس الله بكاف عبده اللهم فاكفناهم بما شئت وكيف شئ اللهم إنك قلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا مضطرون إليه ولا ملجأ لنا ولا رب لنا سواك يحمينا وينجينا اللهم يا قريب يا مجيب يا ناصر المظلوم وإن كان كافرا انصرنا فإنا نوحدك ونمجدك ونركع ونسجد لك ونقوم بأمرك ما استطعنا اللهم فلا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين اللهم ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين اللهم ما خاب من دعاك وأنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان دعوناك كما أمرتنا فاستجمناك ما وعدتنا اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من كل خبيث وخبيثة مسلما كان أو كافرا إنك على ترجمة نانسي قنقر